على الرغم من الموازنات المالية الضخمة المخصصة لها ما زالت بغداد ومنذ نحو عقدين في غياب شبه تام للاستثمار والانتاج والصناعة والزراعة والسياحة فقد تراكمت ملفات المشاكل على العاصمة من دون أي حلول تذكر ولعل أبرز ما تعانيه بغداد هو ما يتعلق بأزمة السكن مع الزيادة الكبيرة في الكثافة السكانية والعشوائيات التي تتوسع باستمرار وتراجع منظومة الكهرباء والاختناقات المرورية وتهلك الطرق والمجاري والمياه الصالحة للشرب وتكدس النفايات والتجاوزات على التخطيط الأساسي للمدينة وتقلص المساحات الخضر إلى نحو عشرة في المياه قانون العاصمة اسم لتحرك النيابي بحجة إعادة الحياة إلى بغداد الغارقة في برك الدم والتدهور الأمني والخدمي والصحي والتربوي منذ بدء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 والتي تصدرت على إثرها قائمة أسوأ المدر للعيش في العالم ولسنوات متتالية مراقبون أبدوا تشأمهم بشأن إمكانية تغيير واقع المدينة لكونها ليست بحاجة إلى قانون بقدر احتياجها إلى النظام الذي تفتقر إليه والشفافية في إنفاق الأموال المخصصة لها فاقتصاديا لا أحمل قانون العاصمة أي أمل بإحداث تنمية استثمارية فيها إذ ربط باحثون وخبروا اقتصاديون حدوث طفرة عمرانية في بغداد بإنهاء العملية السياسية الحالية التي لطالما أطلقت أحزابها شعارات طائفية تستادف إرث بغداد وحضارتها وتحاول طمس معالمها التاريخية ضمن أجندات يصفها سكان بغداد بالبائسة أما أمنيا فارتفعوا نسبة الجرائم وإفلات الجنات من العقاب ما زالت سمة ملازمة لبغداد التي تكنها بدار السلام